اشتركوا في القناة بدي احاول ارتب او اضبط مكان الصورة هاي بحيث ان تكون الجزيرة في المنطقة هاي الجزيرة هاي بضغط انتر هل جيت انا بدي امحي المياه اللي في صورة رقم اثنين وامحي السماء اللي في صورة رقم اثنين هل جيت لابد ان احول الصورة من سمارت اوبجيكت الى راسترائز لاير كليك يمين واحكي له راسترائز لاير الان بنروح على الادات الاريسر تول بنكبر الفرشاء بالحجم هذا مثلا وبنخلي الهاردنس زيرو ونبدأ نبحث في المنطقة هاي وقدر المستطاع انه انا احاول ابعد على منطقة الجزيرة ما هي الغده Katie stata بتقطيع وفتح ايضا نawn ان ت знать اشعرون ننك نشاYN اشعرظ اعريد قبل اشعر وبهيك بيكون إحنا دمجنا صورة الجزيرة في الصورة رقم واحد كانها صار الصورة واحدة الآن خلينا نشوف تطبيق آخر نروح على الصورة هاي رقم ثلاثة نسحبها على برنامج الفاتوشوب نروح على صورة رقم أربعة نحطها في المنطقة هاي نحاول نصغر الصورة ننصغر في المنطقة هاي بالشكل هذا ننزلها في المنطقة هاي كنترول ماينس الآن لابد أنه أنا أحول الصورة هاي لرسترائز لاير نكيبين رسترائز لاير الآن بنروح على أداة الاريسر تول ونبدأ نمح في المنطقة هاي أكون حذر على الحواف وبإمكاني ننصغر الفرشة بالشكل هذا نحاول أنه أكون أنا بشكل حذر نترول بلاس باجع الحواف أحاول أنعم ما في مشكلة لو أكل شوي من الشعر أنا بد أعاول أمزج صورة الطفلة في الخلفية حاول أنعم قدر مستطاع أشتغل معها بحذر أشتغل بحذر في المنطقة هاي في المنطقة هاي باجع أكبر الفرشة وأحاول أنه أنا أنا في المنطقة هاي الحواف هاي بالشكل هاي كنترول تي وممكن أحط الطفلة في أي مكان آخر وبهيك إحنا تعلمنا كيف نمزج صورة الطفلة في الخلفية هاي والنعم الحواف حوالين صورة الطفلة وبإمكاني أستخدم أي أداء من أدوات الممحة الآن خلينا نشوف آخر نروح على مجلد العمل نسحب الصورة هاي في المنطقة هاي حقيت أنا المطلوب إنه أفرغ صورة القلب هادا وأحط في صورة الأطفال هاي انتر نقفل صورة الأطفال بدي أفرغ صورة القلب هادا باستخدام أداة Eraser Tool الممحة أقف على لاير نزيل القفل نروح على الأداة Eraser Tool أحاول أصغر حجم الممحة بالشكل هادا وأحاول أمسح بحضر في الداخل ما بدي أشيل كل الحواف أمح بحضر في المنطقة هاي بالشكل هادا بالشكل هاداة بالشكل هاداة بالشكل هاداة الآن نظهر صورة الأطفال نحكي لك يمين راسترائز لاير نسحبها لتحت كونترول تي بنحدد الصورة هادا شفت نصغر Enter بالشكل هادا تعلمنا كيف دمجنا صورة الأطفال في داخل القلب باستخدام الممحة يعطيكم عافية ونرجو من المولى عز وجل إن تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر